مع نهاية العام 2022 يواجه لبنان العديد من التحديات الاقتصادية تزايدت حدتها على طول السنة فكان أمام استحقاقات عديدة منها الانتخابات النيابية تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئي جديد للجمهورية ولكن للأسف أمام كل استحقاق كان الفشل بالمرصاد الوضع الاقتصادي ينهار يوما بعد يوم والدولار بتقلب دائم لا سقف له ولا حدود على مدى هذا العام عانى اللبنانيون من تداعيات تعويم الليرة وتراجع قيمتها أمام الدولار منعكس سلبيا على القدرة الشرائية العنوان العريض للمرحلة المقبلة هو المجهول فما هي السيناريوهات المحتملة والمنتظرة لازم هالسنة تبلش باستقامة العمل المؤسساتي الذهاب فورا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة تتولى هي إقامة أو إنتاج خطة اقتصادية شاملة وتتولى هي نفسها تنفيذة مع المجلس النيابي تشريعيا وإنما السيناريوهات اللي ما تروحها للأسف هي السيناريوهات قاتمة إذا بدنا ناخد تتابع الأحداث من 2022 وصولا لـ 2023 لأنه 2022 هي سنة تسمت بالمراوحة القاتلة حيث ما كان فيه جدية للتعامل مع الملفات ما كان فيه نية للذهاب إلى حلول جزرية حتى بالسياسة وبالتالي بالاقتصاد وبالنقد والمال وبالتالي اللي منشوفه اليوم بـ 2023 نتمنى أن لا يكون برولوجمان لللي كان على 2022 وبالتالي تروح سنة أخرى بإطار المراوحة لأن المؤشرات الاقتصادية بتبين أنه البلد ما عنده إمكانية ما عنده قدرة على الصمود يرجع يمرق سنة مثل ما مره 2022 وبالتالي هناك خطر من أنه الأمور تتفاقم اقتصادياً ميلياً نقدياً وحتى اجتماعياً ما هي العوامل والخطوات التي ستنجح بانتشال لبنان من الانهيار الاقتصادي؟ بصيص النور بدك الدور عليه بالسياسة ومش بالاقتصاد إذا نحن بدنا نشتغل معالجة فعلية كمراقبين كاكتصاديين وكمواطنين ما لازم ندور على الحل من مائلة الاقتصاد لأن الاقتصاد تأثر بالمشكلة السياسية وبالتالي معالجة لازم تكون معالجة بالأسباب معالجة الأسباب تذهب إلى السياسة وعندما يصبح هناك عقد وطني لدى جميع الفرقاء السياسيين على انتاج حل اقتصادي عندها بيزبط الاقتصاد بيزبط المال وبيزبط النقد أما الذهاب إلى معالجة النتائج كما حصل ب2021 و2022 ونتمنى أن لا يحصل ب2023 فهذا الشيء فعلياً نكون عام نخبر الناس خبريات منا مزبوطة الحل السياسي ينتج حل بالاقتصاد وبصيص النور يجب أن يأتي من السياسة السياسة أعني استقامة المؤسسات انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة جديدة يخشى خبراء الاقتصاد أن يكون 2023 عاماً إضافياً من التضخم والغلاء في لبنان على غرار العامين السابقين ويبقى المواطن اللبناني هو الوحيد الذي يعاني ويكافح من أجل تأمين لقمة العيش بكرامة اشتركوا في القناة